لا أفق واضحا للحرب المندلعة في البحر الأحمر ولا سيناريو محددا لملامح نهايتها بل إن الشواهد في الميدان تؤكد توسع دائرة الحرب بعد إعلان الحوثيين استهداف السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا إضافة للسفن التي لها علاقة بالاحتلال الإسرائيلي وهذا الأمر من شأنه إضعاف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى حد كبير والواضح أن هذه الحرب خلقت للحوثيين مساحة نفوذ كبيرة وأصبح من الصعب على الجماعة إيقافها دون الحصول على مكاسب سياسية ومالية حتى لو توقفت حرب الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة مصادر مطلعة أفادت بأن الحوثيين يفكرون جديا في فرض رسوم مالية على السفن الشحن التي تمر من خلال باب المندب وبعيدا عن قبول العالم بهذه الفكرة من أجل توفير الوقت والمال أو رفضها إلا أن الحوثيين كل يوم يحاولون إيجاد شرعية لهم من خلال ممارساتهم لمظاهر السيادة على الجغرافيا اليمنية ما يشجع الحوثيين في هذا الجانب هو طبيعة الحرب الأمريكية البريطانية ضدهم والتي تبدو محدودة وغير مؤثرة كما أن الولايات المتحدة أعلنت مرارا أنها لا تستهدف إسقاط الحوثيين بقدر ما تريد إضعاف قدراتهم على استهداف سفن الشحن وذلك بنظر البعض هدف فضفاض لا يمكن تحقيقه في ظل الدعم العسكري واللوجست الكبير والمستمر من طهران للحوثيين اشتركوا في القناة